أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن رؤية مصر حول موضوعات تمويل المناخ تتمحور حول عدد من النقاط من بينها إعادة النظر في أدوات التمويل المتاحة حالياً والتحول إلى التمويل الميسر وخلال كلمته بجلسة أجندة المناخ الدولي لقمة إفريقيا للمناخ في نيروب بيكينيا أكد مدبولي على ضرورة إعادة تفعيل آلية واحدة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية ويمثل اجتماعنا هذا فرصة ممتازة لتناول موضوعات تمويل المناخ وتتمحور رؤية مصر في هذا الصدد حول العناصر التالية أولاً ضرورة إعادة النظر في أدوات التمويل المتاحة حالياً والتحول إلى التمويل الميسر والمنح لتسريع وطيرة التحول المطلوب ثانياً أهمية مراجعة معيير تدفق الاستثمارات لضمان حصول القارة الأفريقية على نصيبها العادل من التمويل ثالثاً التأكيد على أن تمويل المناخ وهو تمويل جديد وإضافي وليس سحباً من مخصصات الدعم التنموي رابعاً ضرورة العمل على تفعيل آلية واحدة وفعالة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية من خلال آلية فعالة لتحويل الديون إلى تمويل المناخ